نتكلم النهاردة عن غليات البخار ستيم بويلرز الغليات هي جزء أساسي من أي مصنع أغذية نظرا لأن المعاملات الحرارية هي خطوة تكنولوجية رئيسية في التصنيع الغذائي بشكل عام والغليات هي مصدر البخار المستخدم في هذه المعاملات الحرارية المختلفة سواء كانت بسطرة أو تعقيم أو طبخ وأيضا هي مصدر البخار المستخدم في عمليات تعقيم بعض العبوات والأدوات على سبيل المثال يتم تعقيم العبوات الزجاجية بواسطة البخار المدفوع والغلاية عبارة عن وعائز طواني محكم يحتوي على الماء ويستخدم هذا الماء في توليد البخار ثم تخزين هذا البخار تحت ضغط ثابت لحين استخدامه ودفعه إلى الأجهزة المختلفة الموجودة في المصنع ويوجد أسفل الغلاية غرفة اشتعال تستخدم لحرق الوقود المستخدم لتوليد الحرارة قد يكون هذا الوقود فحم أو غاز طبيعي أو كيروسين وغرفة الاشتعال هذه إما أن تكون جزء ثابت في الغلاية أو تكون مستقلة عن الغلاية تماما ودور أي غلاية تمثل فيه امتصاص الحرارة النتجة من احتراق الوقود داخل غرفة الاحتراق الملحقة بالغلاية سواء كان الوقود ده غاز طبيعي فحم كيروسين سولر وتوصيل هذه الحرارة بأكبر كفاءة ممكنة للماء الموجود داخل الغلاية ثم تحويل هذا الماء إلى بخار تحت ضغط ثابت وتخزين هذا البخار في صورة تسمح باستخدامه في أغراض التسخين أو توليد القدرة والغلايات عبارة عن نوعين حسب نوع الأنابيب الداخلية النوع الأولاني اسمه الغلايات ذات أنابيب اللهب والنوع الثاني هو الغلايات ذات أنابيب الماء والنوع الأول اللي هو الغلايات ذات أنابيب اللهب في النوع ده بتمر الغازات المحترقة في مواسير ممتدة من غرفة الاحتراق إلى الاستوانة الرئيسية اللي بيتم ضخ فيها الماء وبتكون المواسير ممتدة من غرفة الاحتراق وحتى المدخنة الموجودة في أعلى الغلاية أي أنها تحتوي على أنابيب ممتدة على طول الغلاية تحتوي على الغازات المحترقة وتنتقل الحرارة عبر جدر هذه الأنابيب إلى الماء المراد تحويله إلى بخار وده شكل بيوضح مكونات الغلاية ذات أنابيب اللهب بيكون موجود هنا الغازات الاحتراق وبتنتشر داخل هذه الأنابيب في أنابيب هنا بينتشر فيها غازات اللهب وبتكون ممتدة على طول الغلاية وبتكون متصلة في النهاية بمدخنة لخروج عدم هذه الغازات وبيكون محيط بهذه الأنابيب موجود الماء المراد تحويله إلى بخار وبيخرج البخار من الجزء ده وممكن تكون الغلاية محتوية على جزء آخر في المكان ده بيتحكم في ضغط البخار الناتج ودرجة حرارته النوع التالي هو الغلايات ذات أنابيب الماء وفي النوع ده بتكون غازات الاحتراق موجودة داخل جسم الغلاية أما الماء بيكون هو اللي موجود داخل الأنابيب يعني عكس النوع السابق الغلايات ذات أنابيب الماء بتحتاج إلى مساحة أقل وبتكون سهلة في النقل وتكون الكفاءة بتاعتها أكبر من الغلايات ذات أنابيب اللهب الكفاءة بتاعت غلايات ذات أنابيب الماء بتكون في حدود 90% أما ذات أنابيب اللهب الكفاءة بتكون 75% فقط الغلايات ذات أنابيب الماء بتعمل تحت ضغط عالي بيوصل ل250 بار أما الغليات ذات أنابيب اللهب بيكون الأقصى الضغط لتشغيلها بيكون 20 بار فقط وده شكل بيوضح مكونات الغلاية ذات أنابيب الماء في موجود هنا أنابيب بينتشر الماء من خلالها بيتم ضخ الماء من هنا وخلال سريان الماء بيتحول إلى بخار وبيكون جسم الغلاية مملوء بغازات الاحتراق النتجة من اللهب وبيخرج من هنا العدم بتاع الغازات المحترقة عن طريق مدخانة وبتكون مزودة بمروحة لسحب العدم وإخراجه من جسم الغلاية في أجزاء بترفق بالغليات من أجل زيادة الأمان والتحكم من هذه الأجزاء صمام الأمان وهو بيكون مسؤول عن تلافي زيادة الضغط داخل الغلاية وانفجارها فبيتركب على السطح المجاور للبخار وفي حالة اتفاع الضغط عن حدود معينة بيرتفع صمام الأمان الأعلى وبيخرج جزء من البخار والضغط بيعود كما كان وهو عبارة عن جزء معدني محاط بأجوان من الكويتش وأعلى تقل ولما البخار بالضغط بتاعه بيزيد داخل الغلاية بيتفع هذا الجزء وبالتالي بيخرج جزء من البخار وبعد عودة الضغط كما كان بيعود صمام الأمان يقفل مرة تانية والغلاية بتحتوي على اتنين صمام أمان على الأقل الجزء اللي بعد كده هو مقياس أو عداد الضغط برشا الجواج وهو بيكون موجود في أعلى الغلاية ومتصل بالبخار هو بيقرأ الضغط المانومتري للبخار وهو عبارة عن شريط معدني بيتأثر بالضغط بيتمدد مع زيادة الضغط وينكمش مع نقص الضغط والشريط ده بيتصل بمؤشر عن طريق تروس والمؤشر بيتحرك حوالين قرص مدرج ليعطي قراءة للضغط الموجود داخل الغلاية الجزء اللي بعد كده هو زجاجة البيان Water Level Indicator ووظيفتها تحديد مستوى الماء داخل الغلاية وبتشتغل بنفس فكرة ونظرية الأواني المستطرقة حيث تتصل بصمامين حدهما بالجزء الذي يحتوي على الماء والآخر بالجزء المحتوي على البخار وفي حالة كسر زجاجة البيان يجب غلق الصمامين لمنع تصرب الماء والبخار خارج الغلاية ومن الأجزاء المهمة لأمان الغلاية مصمار الأمان Safety Bin ووظفته ضمان سلامة الغلاية خلال التشغيل في حالة ما إذن خفض مستوى الماء في الغلاية عن حد معين وهو بيكون موجود أعلى فرن الاحتراق في فتحة داخل مواسير الماء أو مواسير اللهب وفي حالة نقص الماء ينصهر هذا المصمار ليسمح باندفاع البخار بشدة مسببا إطفاء اللاب في فرن الاحتراق من الأجزاء الملحقة أيضا جهاز إشعال الوقود أو الولاعة Full Burner وهو جهاز بيعتمد على نوع وطبيعة الوقود المستخدم في الغلاية كل نوع من أنواع الوقود إذا كان وقود سائل أو وقود صلب بيكون له ولاعة خاصة به وأيضا الغلاية بتحتوي على عوامة Flood Control تقوم بالمحافظة على منسوب الماء داخل الغلاية حيث تسمح بتزويد الغلاية بالماء أوتوماتيكيا عندما ينخفض مستوى الماء عن المنسوب المحدد وتحتوي الغلاية أيضا على شافط أو حاكن للمياه Water Injector ووظفته سحب أو دفع الماء داخل الغلاية في حالة حدوث عطل في المضاخة الرئيسية للماء لحساب معدل استهلاك الوقود في الغلاية Full Consumption Rate بنستخدم المعادلة اللي موجودة قدامنا دي FCR اللي هو معدل استهلاك الوقود بيساوي كمية الحرارة اللازمة لتحويل الماء إلى بخار عند الضغط المطلوب على القيمة الحرارية لكل كيلو جرام وقود مضروب في كفاءة الغلاية FCR معدل استهلاك الوقود بيساوي E اللي هي كمية الحرارة اللازمة لتحويل الماء إلى بخار عند الضغط المطلوب على القيمة الحرارية لكل كيلو جرام وقود CF مضروب فيه PE اللي هي كفاءة الغلاية إزاي نختار الساعة الخاصة بالغلاية؟ صح، الغلايات منها نوعين وكل نوع فيه منه ساعات مختلفة فلازم قبل ما نختار الغلاية نتأكد إن هي هتكون مناسبة لاحتياجات المصنع من البخار فبنشوف المصنع اللي هي تركب فيه الغلاية فيه كام خط إنتاج فيه كام جهاز بيستهلك البخار يعني فيه كام جهاز بسطرة وكل جهاز بسطرة الكبستي بتاعته قد إيه وكل جهاز بيستهلك بخار قد إيه في الساعة والجهاز ده بيشتغل كام ساعة في اليوم وبنشوف أيضا إذا كان فيه حلال طبخة وإذا كان فيه مكان تعبئة بيستهلك البخار في التعقيم وبنحسب كميات البخار المستخدمة في عمليات التنظيف والتطهير وكميات البخار المستخدمة في تسخين المياه المستخدم فيه التصنيع والماء المستخدم في التنظيف والتطهير وبنحسب البخار اللي بيفقد خلال الوصلات اللي بتنقله من الغلاية لخطوط الانتاج فمنحدد اولا كمية البخار اللازمة لكل مكانة وبنحدد كمية البخار اللازمة لتسخين الماء وتعقيم الاواني وبنعمل جدوى الزمني لكل الآلة والساعة بتاعت كل الآلة واستهلاكها للبخار والمدة اللي بتشتغل فيها هذه الآلة خلال اليوم وبعدين من اختار الغلاية اللي تمكن من تغطية هذه الاحتياجات في اقصى ساعات تشغيل وزيادة لان النقص في امداد البخار بيترتب عليه مشاكل كتيرة خلال التصنيع احنا قلنا ان البخار هو العصب بتاع المعاملات الحريرية اللي موجودة والمعاملات الحريرية دي حاجات دي عمليات رئيسية لا غنى عنها في كل المصانع وبعض هذه المعاملات بتكون اهمية لها اهمية خاصة بسلامة المنتج وهو بتعتبر نقطة التحكم محارجة ولا يجب التهاون فيها ويجب اتنامها باقصى كفاءة ممكنة. مهم كمان ان الغلاية تكون اقتصادية في استهلاك الوقود وتكون بتشتغل بوقود متوفر في المنطقة اللي موجود فيها المصنع ومتوفر ورخيص كمان. يعني على سبيل المثال لو منطقة متوفر فيها الغاز الطبيعي بيفضل ان احنا نشتري غلاية بتشتغل بالغاز الطبيعي عن شراء غلاية بتشتغل بالسولر. ومهم جدا كمان ان المضاقة الرئاسية تكون ملأمة لساعة خزان الغلاية. يعني قدرة المضاقة الرئاسية اللي بتدخل ميا للغلاية تكون القدرة الحسنية الخاصة بها ملأمة لساعة خزان الغلاية. وكلما كانت ساعة خزان الغلاية كبيرة كلما كانت الغلاية اقصر قدرة على الامداد السريع بالبخار. هنشوف مثال مع بعض والمثال بيقول غلاية تقوم بتوليد خمس تلاف ونبعمائة كيلو جرام بخار في الساعة يعني الكباستي بتاعت الغلاية خمس تلاف ونبعمائة كيلو بخار كل ساعة تحت ضغط مقداره تمانية بار ونسبة جفاف تمانية وتسعين في المية فاذا كان الماء بداخل الغلاية عند درجة حرارة واحد واربعين ونص درجة مئوية يعني البخار يعني الماء اللي بيستخدم فيه انتاج البخار داخل الغلاية درجة حرارته المبدئية واحد واربعين ونص درجة مئوية وتستخدم الغلاية 670 كيلو جرام فحم كل ساعة يعني الوقود المستخدم في الغلاية هو الفحم وكانت القيمة الحرارية للفحم المستخدم هي 31 ألف كيلو جول لكل كيلو جرام فاحسب كفاءة الغلاية وقيمة الوفر في الوقود كل ساعة إذا تم رفع درجة حرارة الماء الداخل للغلاية إلى 100 درجة مئوية يعني بدل مكانية الغلاية بيدخل لها مية حرارتها 41.5 في الحالة الثانية هاي الغلاية هيدخل لها مية درجة حرارتها 100 درجة مئوية بالنسبة للحل هنحسب الأول البخار المتولد من استخدام 1 كيلو جرام فحم يعني كمية البخار المتولد من استخدام 1 كيلو جرام فحم هتساوي كمية البخار الغلاية بتنتجه في الساعة على كمية الفحم اللي بتستهلكه الغلاية في الساعة يعني هتساوي 5400 هو الرقم ده على 670 اللي هو كمية الفحم اللي بتستهلكه الغلاية في الساعة هتطلع 8800 كيلو جرام بخار بعد كده هنحسب محتوى الطاقة النوعي للبخار المستمد من الفحم الـ HG هو محتوى الطاقة النوعي للبخار المشبع وهو تعريفه أنه هو كمية الطاقة الكلية اللازمة لتوليد البخار من الماء من ضربة حرارة الصفر المئوي هيساوي الـ HF اللي هي محتوى الطاقة النوعي للماء وهي كمية الطاقة اللازمة لتسخين الماء من الصفر المئوي إلى نقطة الغلايان زائد الـ X اللي هي نسبة جفاف البخار مضروبة في الـ HFG والـ HFG هي الحرارة الكاملة للتبخير وهي كمية الطاقة اللازمة لتحويل الماء إلى بخار مشبع فمحتوى الطاقة النوعي للبخار المستمد من الفحم اللي هو الـ HG هي تساوي الـ HF زائد الـ X في الـ HFG الـ HG هي تساوي الرقمين دول الـ HF والـ HFG دول بيستخرجوا من جداول البخار بمعلومية الضغط بمعلومية الضغط النون للضغط ده الضغط اللي بتشتغل على الغلايان اللي هو 8 بار لكن في جداول البخار الوحدة المستخدمة هي الميجا باسكال فهنحول الـ 8 بار إلى ميجا باسكال عن طريق الإسمة على 10 فالـ 8 بار هتساوي 8 من 10 ميجا باسكال فهنطلع الرقمين دول من جداول البخار المقابلين لـ 8 من 10 ميجا باسكال وهنشوف الجزء من الجدول في الشريحة القادمة فالـ HG تساوي 721 و 1 من 10 زائد 98 من 100 اللي هي نسبة الجفاف اللي هي الرقم ده في 2048 هيطلع بـ 2728 و 14 من 100 كيلو جول لكل كيلو جرام بعد كده هنحسب كمية الحرارة الموجودة في الماء الذي حرارته 41.5 هنبتدي نشوف الأول الكفاءة في حالة استخدام ماء درجة حرارته 41.5 درجة مقاوية فهنحسب كمية الحرارة النوعية هنحسب أصدي كمية الحرارة الموجودة في الماء اللي هو حرارته 41.5 فكمية الحرارة اللي موجودة في الماء بتساوي الحرارة النوعية للماء مضروعة في درجة حرارة الماء ناقص الصفر المائوي فالحرارة النوعية للماء رقم ثابت بيساوي 14 من 100 كيلو جول لكل كيلو جرام سيليزيس هنضربه في درجة الحرارة بتاعة المية نقص صفر هيطلع ان الحرارة اللي موجودة في المية اللي حرارتها واحد واربعين ونص هي مية تلاتة وسبعين وتسعة من عشرة كيلو جول لكل كيلو جرام وبالتالي كفاءة الغلاية هتساوي تمانية وستة من مية اللي هو الرقم ده اللي هو البخار المتولد من استخدام واحد كيلو جرام من الفحم مضروب في الفين سبعمية تمانية وعشرين اللي هو الرقم ده اللي هو الاتش جي ناقص كمية الحرارة اللي موجودة في المية اللي هي حرارتها واحد واربعين اللي هو مية تلاتة وسبعين وتسعة من عشرة على واحد وثلاتين الف اللي هو القيمة الحرارية للفحم المستخدم اللي هو الرقم ده هتطلع كفاءة الغلاية بتساوي ستة وستين وواحد واربعين من مية في المية في الحالة التانية بقى في حالة لو احنا استخدمنا مية درجة حرارتها 200 درجة مئوية فكمية الحرارة الموجودة في المية اللي حرارتها 100 بنفس المعادلة دي اتساوي الحرارة النوعية اللي هي ربعة وتمنتاشر من مية كيلو جول لكل كيلوجرام سليزيوس مضروبة في مية اللي هي درجة حرارة المية نقص صفر المئوي فاتطلع بربع مية وتمنتاشر وستة من عشر كيلو جول لكل كيلو وبالتالي كمية الحرارة اللازمة لتحويل كيلو جرام ماء لبخار هتساوي 2728 اللي هي الرقم ده زي ما عملنا هنا كده ناقص كمية الحرارة اللي موجودة في الماء اللي هي الرقم ده اللي هو ربعمية وتمنتاشر وسبعة من عشرة كيلو جول لكل كيلو جرام فهيطلع الفين تلتمية وتسعة واربعة من عشرة كيلو جول لكل كيلو جرام وبالتالي كمية الحرارة اللازمة للبخار الناتج هتساوي الرقم ده اللي هو كمية الحرارة اللازمة للتحويل واحد كيلو جرام ماء لبخار مضروبة في خمس تلاف وربعمية اللي هو كمية البخار الناتج من الغلاية في الساعة اللي هي معطى في المسألة الرقم ده فنحسب حصل ضرب الرقمين دول هيطلع الرقم ده بالكيلو جول وبالتالي كمية الفحم اللازمة للتوليد البخار هتساوي الرقم ده مقسوم على كفاءة الغلاية اللي هي ستة وستين من مية اللي احنا حسبناها هنا مضروب في القيمة الحرارية للفحم المستخدم اللي هي واحد وتلسين الف اللي هي الرقم ده فهيطلع كمية الفحم اللازمة لتوليد البخار عند استخدام مية درجة حرارتها مية هتطلع بس ستمية وتسعة وتلاتة وخمسين من مية كيلو جرام وبالتالي عند استخدام في الغلاية مية حرارتها مية هتحتاج فحم مقداره ستمية وتسعة وتلاتة وخمسين من مية كيلو جرام طيب كمية الوفرة بقى في في الوقود كمية الوفرة في الفحم في حالة استخدام مية حرارتها مية بدل المية اللي حرارتها واحد واربعين ونص هتساوي ستمائة وسبعين ناقص ستمائة وتسعة وتلاتة وخمسين من مية ستمائة وسبعين هي كمية الفحم المستخدمة في الغلاية في حالة ما اذا كان الماء المستخدم حرارته واحد واربعين ونص ناقص كمية الفحم المستخدمة في حالة استخدام مية حرارتها مية فالوفرة في الفحم ما يساوي 61.47 من 100 كيلو جرام ده شكل جزء من جدول البخار المشبع عند ضغوط مختلفة العمود ده عبارة عن برامة أرز مختلفة للبخار والعمود ده عبارة عن ضغوط مختلفة فالضغط اللي عندنا في المسال هو 8 بار فحاولنا 8 بار إلى ميجا بسكال فال8 بار هتساوي 8 من 10 ميجا بسكال ودي الـ HF والـ HFG المقابلين للـ 8 من 10 ميجا بسكال شكرا